موسيقى السلام عليكم مشاهدين في الخلاصة هذه الليلة اليكم اهم ملفاتنا موسيقى الكهرباء تحقيقات ربما ستكشف اين ذهبت عشرات المليارات على فشلها الذريع موسيقى موسيقى رغم تصعد حالات الاصابة حالات الشفاء تتفوق اليوم على جائحة كورونا موسيقى من العنوين الى التفاصيل اهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاليف المجلس التنسيقية الجديدة العراقية السعودي خلفا للمجلس السابق المؤلف من وزراء الحكومة المستقيلة وسيكون المجلس الجديد برئاسة وزير المالية علي عبدالامير علاوي وعضوية كل من وزراء التخطيط والنفط والنقل والزراعة والثقافة والصناعة والمعادن والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظة البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والوكيل الاقدم لوزارة الخارجية والامين العام لوزارة الدفاع ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات وتحقيقات الاتحادية ووكيل وزارة المالية وسفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد ثلاثاء وقالت الأمانة في بيان انه سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز أفاد مصدر حكومي مسؤول اليوم بأن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد وقال مصدر في رئاسة الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعقد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادي يوم الأربعاء المقبل في محافظة البصرة بحضور كافة الوزراء يشار إلى أن البصرة تشهد بشكل شبه يومي تظاهرات للعملين والموظفين وعامة السكان تتعلق بالمستحقات المالية وتحسين الأوضاع الخدمية وأزمة التيار الكهربائي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعاونه مع لجنة التحقيق في ملف الكهرباء ونقلت مصادر صحفية في تصريح مقتضب للكاظمي أنه أعلن استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق في ملف الكهرباء وكان رئيس مجلس النواب محمد الحالبوسي قد وجه يوم أمس بتشكيل لجنة تحقيقية من أجل الوقوف على الإخفاقات في ملف الكهرباء منذ عام 2006 وحتى الآن وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بتفعيل مشاريع الكهرباء كافا سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية وقال مكتب الكاظمي في بياننا الأخيرة عقد اليوم اجتماعا مع وزيري الكهرباء والنفط خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية وبيّن أن رئيس الوزراء عد ملف الكهرباء أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن الفترات الماضية شهد انفق مليارات الدولارات على هذا القطاع وكانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف كما وجهت الحكومة العراقية اليوم الاثنين بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانا للمولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء وجه وزارة النفط بتزويد الوقود مجانا إلى أصحاب المولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين أكدت اللجنة المختصة بالتحقيق بعقود وزارة الكهرباء التي عقد أو عقدت جلستها الأولى اليوم أن العراق لديه محطات توليد فاشلة بعيدة عن مصادر الوقود وذلك بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء وقال رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكريم الكعبي أنه رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الآن لم نرى استعادة الأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد إلى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي ولفت أيضا إلى أن صرف على القطاع الكهربائي أكثر من تخصيصات الوزارة الأخرى ولم يشهد حتى اللحظة أي تطور في هذا القطاع اعتبر عضو اللجنة المالية فيصل العساوي اليوم أنه لا حل لمشكلة تردي خدمة الكهرباء إلا بإلغاء الوزارة وتحويلها للاستثمار في القطاع الخاص بدعم حكومي وقال العساوي أن كل ما ينفق على وزارة الكهرباء من مليارات الدولارات هي أموال ضائعة أما حل أزمة الكهرباء فهو مرتبط بحل الوزارة وقد يحدث ارتباك إلا أن الحل موجود وهو إحالة الملف للقطاع الخاص شريطة الدعم الحكومي وضاف العساوي أن 65 مليار دولار خصصت للطاقة من الخزينة فقط والمشكلة في الكهرباء هي غياب الرؤية الحكومية وعدم إشراك القطاع الخاص واحدة من المشاكل المهمة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق غضبا بسبب ما وصفه المستخدمون بالانقطاع الدائم للكهرباء في عدد من محافظات البلاد الجنوبية والرد الحكومي حول أسباب سوء خدمة تجهيز الطاقة غالبا ما يأتي متأخرا والعذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب والأحمال للطاقة فضلا عن تأخر الصيانة الدورية بسبب تأخر إطلاق المستحقات المالية اللازمة لذلك هذا العذر بات مستزاغا للمسؤوليين في وزارة الكهرباء حتى حفظه الشعب بالكامل جلسة شبه برلمانية حضرها عدد من رؤساء اللجان المعنية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ومدير التحقيقات في الهيئة وممثل عن الادعاء العام بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووسائل الإعلام الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي في مبنى المجلس بحث سبل التحقيق وتدقيق جميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ العام 2006 ولغاية العام 2020 بناء للأمر النيابي المشكل في الحادي عشر من تموز 2020 لهذا الغرض وآخر لأقده رئيس الحكومة مصطفى الكاظم عجز واضح لدى كافة الحكومات المتعاقبة شهده قطاع الكهرباء في البلاد رغم أن الميزانيات التي صرفت على الطاقة فأقد وزارات أخرى بلغت مليارات دولارات ربط مشترك مع دول الجوار وخاصة نيران اعتمد عليها العراق بتوفير الطاقة إلا أنها باستمرار تتعرض لحالات قطع متكررة تسبب حالة من التذمر لدى السكان فيما أشار مسؤولنا ومراقبون إلى أن الدورة الكبيرة الذي يجب أن يفعل في الوقت الراهن هو الاعتماد على القطاع الخاص بتوفير طاقة كهربائية مستمرة ومعتدلة دون تذبذب بساعات التجهيز ولا انقطاعات متكررة فمن سيستمع لتلك الأصوات وهل بات هذا آخر تموز للتظاهرات بسبب الحر وانقطاع الكهرباء تاج الجنوب التردي الحاصل بتجهيز محافظة البصرة بطاقة الكهربائية وقال عضو اللجنة النائب عدي عواد في بيان إنه تابعوا ميدانيا مركز سيطرة الجنوبي للقطاع وللاطلاع عفوا على سير عمل المحطات التوليدية بخصوص عادة التيار إلى المناطق السكانية وأضاف إنهم لاحظوا عدم متابعة محطة شركة أين النفطية 360 ميجاوات الجاهزة للعمل والمربوطة على الشبكة الوطنية بسبب عدم المتابعة من قبل مدير عام إنتاج الجنوب إضافة إلى حاجة أو جائحة كورونا التي لم يتم إدخالها للعمل وعدم متابعة المحطات التي توقفت عن العمل منذ يومين طالب تحالف القوى العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإسناد منصب رئيس جهاز المخابرات إلى المكون السني لإشراك الجميع في الملف الأمني وقال النائب رعد الدهلكين منصب رئيس جهاز المخابرات للمكون السني وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يعطي كل ذي حق حق ونوها إلى ضرورة أن يشارك الجميع في الملف الأمني فيما أضاف الدهلكين الكاظمي مطالب بعدم الرضوخ إلى الضغطات السياسية التي تمارس عليه مؤكدا إن القوى العراقية تدعم الكاظمي البناء دولة مؤسسات فيما أشار إلى أن رئاسة جهاز المخابرات لا تحتاج إلى شخصية عسكرية وإنما إلى شخصية مدنية قادرة على إدارة الجهاز في المرحلة المخابرية كشفت اللجنة المالية النيابية عدد المنافذ غير المسيطر عليها في العراق وقالت إنها تتجاوز العشرين منفذا فيما أشددت على مراقبة مزاد بيع العملة وإن تذهب أمواله في ظل الفساد المستشري في البلاد هذا وكشف مدير ناحية مندلي في ديالة مازن الخزاعي عن موعد أول لتبادل انتجاري مع إيران عبر المنفذ الحدودي بعد توقف استمر لأربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا وقال الخزاعي إن يوم الأربعاء المقبل سيشهد أول عملية تبادل تجاري في منفذ مندلي الحدودي مع إيران بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب تدعية جائحة كورونا مشاهدينا للحديث أكثر حول الشأن العراقي وآخر المستجدات على الساحة السياسية والخدمية أيضا ينضم إلينا هنا في الستوديو الناشطة السياسية سيد محمد عباس أرهن بك سيد محمد معنا في الخلاصة أرهن وسهلا بك تحية لك ولمشاهدي قناة سامران شكرا لك بداية يعني ملف الكهرباء يبدو أنه يتصدر اليوم قائمة الأولويات لدى الحكومة ولدى كل الأطراف برأيك يعني لماذا فشلت الحكومات السابقة بتحسين واقع الكهرباء للمواطن على الرغم من مرور أكثر من عقد ونصف عليها نعم طبعا قطاع الكهرباء حاله كحال كل القطاعات التي يعاني منها العراقيون منذ 17 عام هذه مشكلة الكهرباء مشكلة قديمة حديثة نحن في كل عام في الشهر السابع نجد يعني هيجان شعبي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وضعف تجهيز الكهرباء نجد أن هذه المشاكل تتجدد اعتقاد أسباب هذه الأزمة واضحة سببين رئيسيين هو الفساد المالي الكبير في عقود وزارة الكهرباء والكمشينات والسبب الثاني هو يعني وجود مبادئ محاصصة والحزبية في تعيين أشخاص في غير المكان المناسب فبالتالي يعني مر على وزارة الكهرباء في مفاصل مهمة أشخاص غير مهنيين تماما غير مختصين لا يملكون الخبرة الكافية في هذا القطاع فبالتالي أصبحنا أمام هدر كبير لهذه الأموال وزارة الكهرباء أنفقت تقريبا منذ عام 2006 إلى اليوم أكثر من 60 مليار دولار هذا مبلغ مهول يعني يفترض كان اليوم يعني نصدر الكهرباء فعلا لكن للأسف وجدنا أداء حكومي سيء في هذا المجال أدى إلى أزمات كهرباء متراكمة طبعا أيضا في هذا القطاع هناك شكاليات فنية كثيرة ربما تناولها لاحقا يعني العراق كما تعلم بلد نفطي يفترض يعني كان يركز على بعض المحطات التي تعتمد موضوع النفط الأسود ولكنه تم استيراد الكثير من المحطات التي تعتمد الغاز أصلا وهو لا يملك الغاز ويستورد كميات بعقود يعني كبيرة بمليارات الدولارات أيضا من إيران لإدامة المحطات الكهربائية إضافة أنه يستورد جزء كبير من الطاقة الكهربائية طيب يعني لماذا منذ 2006 لحد هذا اليوم لنتحدث حتى عن 2003 إلى اليوم يعني عجزت كل هذه الشخص التي تقلدت في مناصب رفيعة في الدولة لوزارة الكهرباء والحكومة أيضا يعني عدم إيجاد حلول جذرية وناجعة لمثل هذه والدليل أيضا ما غرد به المكتب العلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم يؤكد أن الفترات الماضية شهد إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء وكانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة إلا إن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف كيف تعلق على المعاناة الصيف؟ يعني هذه التغريدة يعني هذه التغريدة ربما يعني الحكومة اليوم هي اعترفت على فشل حكومات سابقة هذه التغريدة اختصرت واقع الكهرباء وسبب الأزمة باختصار بأسطر بسيطة طبعا نحن ننتظر من السيد الكاظمي وكذلك المسؤولين في الحكومة الجديدة أن لا يكونوا مجرد ناطقين إعلامين ليقولوا للشعب هذه مشاكلنا أنت وظيفتك كإعلامي أنا كناشط مجتمعي يعني دورنا أن نتحدث في المشاكل ونعلن عن المشاكل ونبحث عنها ونبحث في الأسباب المشكلة لكن صاحب القرار رئيس وزراء أو أصحاب القرار بشكل عام وزارة الكهرباء مطالبين بإيجاد حلول نحن دوما في هذه الفترات تحديدا نسمع من رؤساء الوزراء السابقين وكذلك وزراء الكهرباء أنه نحن في الفترة القادمة هناك مشاكل ولدتها الفترة السابقة وحكومات السابقة وهناك عقود فساد لكننا سنتجه باتجاه الحلول وإذ بنا نشاهد أن أربع سنوات تمر على كل حكومة وتبقى الأزمة كما هي دون حل يعني كل العراقين يتذكرون تصريح الشهرستاني عندما قال سنحقق الاكتفاء الذاتي في موضوع الكهرباء وسنصدر الكهرباء في عام 2013 هل كان ذلك القناعة في مثل هذه التصريحات هناك حديث يعني عن أيضا حتى الوزير السابق الفهداوية الذي تحدث أنه بسبب الأحمال الزائدة في المناطق حملات شنتها القوات الأمنية على التجاوزات على الطاقة الكهربائية كل هذه الأعمال وهذه التصريحات لم تجد نفعا وبقية الكهرباء من أسوأ إلى أسوأ يعني كل هذا سببه عدم الاستمرارية في الرقابة أو الاهدار في المال أما السبب الأساسي هو الفساد المستشري في وزارة الكهرباء على الرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى وزارة الكهرباء طبعا لا هذا كلام غير منطقي أن هناك تجاوزات يعني أنا استمعت قبل ربما يومين تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء ويقول أن سبب الأزمة هو الموازنة القليلة وسبب هناك تجاوزات من بعض المناطق العشوائية وحتى على الشبكة وما إلى ذلك هذه حجج واهية وغير منطقية إذا نتحدث عن الموازنة والأزمة المالية اليوم فما بالنا في الأموال الكثيرة عشرات المليارات التي صرفت في السنوات السابقة لماذا لم يكن لدينا محطات توليد كهربائية كافية وحتى هؤلاء المسؤولين في هذا القطاع نجد تصريحات متضاربة البعض يقول نحن ننتج فقط حاجة العراق 26 ألف ميجاوات ونحن ننتج فقط 50% بعض الآخر يعني أنا أقول لك تصريحات عن أشخاص يفترض أصحاب قرار كانوا في وزارة الكهرباء أو وزراء أو دون ذلك يتكلمون عن أرقام متضاربة البعض يقول نحتاج فقط إلى 2600 واط إضافية في وقت الذروة وهذه ما تشكل بعض الأزمات فحتى الأرقام هي غير حقيقية التي تأتينا من وزارة الكهرباء وحتى من بعض الجهات السياسية أنا أعتقد أن انتقلت هناك عجز لماذا لم يتحل الدولة هذه المشكلة أنا أعتقد أن هذا الإشكال في وزارة الكهرباء هو إشكال متعمد وليس هو يعني من من يكون متعمد متعمد من قبل جهات سياسية يعني جهات سياسية تخضع لولاءات خارج الحدود محلية تخضع لولاءات خارج الحدود العقد مع إيران يعني أنفق العراق 3 مليار دولار على استيراد الغاز لتشغيل محطات غازية في العراق ونحن في ظل أزمة مالية كبيرة العراق جدد عقده لاستيراد الكهرباء من إيران لمدة سنتين هذه المصالح لبعض الجهات الإقليمية في العراق من أجل تصدير للعملة الصعبة لهذه البلدان من أجل السيطرة على القرار السياسي أيضا أنت عندما ترتبط في موضوع مهم مثل الكهرباء بإيران أيضا هي تؤثر على قرارك السياسي بصورة أو بأخرى فإذن هناك تعمد وهذا يدخل في باب الفساد هذا لا يعني أن هناك أطراف اتهمت الولايات المتحدة بعرقلت حتى العقود أو تعاقد مع شركة سيمينز الألمانية بتيار الكهرباء وقالوا بأن الولايات المتحدة هي تعرقل وتريد أن يبقى العراق تحت وطأة عدم وجود طاقة كهربائية طيب يعني من يصرح بذلك نحن نتكلم عن كل الخطة الأول من السياسيين وكل من هم في السلطة يقولون نحن دولة ذات سيادة وندافع عن سيادتنا وقرارنا لا يمكن أن تصادره أي جهة نحن لا نخضع لأي أجندات لأي قرارات لأي دولة أخرى فهذا التصريح متناقض أنه نحن أمريكا لا تسمح بعقود كهرباء وأيضا قلت تصريح الشهرستاني تصريح الفهداوي يتناقض مع هذا الموضوع عندما قالوا نحن سنصل إلى اكتفاء ذاتي في الكهرباء ولدينا آليات عمل وبالأرقام وأستبعد أنا شخصيا أن تكون أمريكا كدولة عظمى بهذا الحجم واهتمامه الواسع أن تذهب باتجاه جزئية وهي عرقلة قطاع الكهرباء والذي يشكل ضغط كبير على المواطني في هذا الجهة اللي نتحدث اليوم كان هناك تحرك برلمانيا أو شبه برلمانيا حضر في العديد من المسؤولين يعني رأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من المعنيين بشأن الكهرباء لبحث وتحقيق وتدقيق ملفات وتعاقدات وزارة الكهرباء السابقة تعتقد بأن هذه اللجنة بهذا الحجم الكبير وبهذا الظرف أيضا هناك توافق حكومي وبرلماني ولجان شكلت من أجل حسم هذا الملف تعتقد أنه ستأتي بشيء مختلف تماما وجديد ينتهي بزج المعنيين والمتهمين بالفساد إلى السجن وستتحسن الطاقة الكهربائية أم ستكون هذه اللجنة هي اللجنة روتينية لتهديئة الشارع كما يتوقعها البعض يعني نحن قلنا أن حكومة السيد الكاظمي حكومة إصلاحية نطمح أن تحل كثير من المشاكل لكن بنفس الوقت المنطق يقول هي غير قادرة أن تحل مشكلة الكهرباء حتى لو استمرت حكومة السيد الكاظمي لمدة سنتين هذا ملف قديم إذن حل المشكلة صراحة لا يمكن أن يتم الآن إنما الإجراء الذي ممكن أن يتحقق والذي تطالب فيه الجماهير في العراق هو أن يتم حاسبة ومعاقبة كل من أهدر الأموال في هذه الوزارة كما تكلمنا على 60 مليار دولار هذه اللجان مطالبة أن تحاسب هؤلاء الفاسدين الذين أهدروا الأموال رأي الشخص كمراقب لأداء اللجان البرلمانية في الفترة السابقة لجلسات الاستجواب أنه لن ينتج شيئ عن هذه اللجان لن تتمكن من إعلان عن أسماء الفاسدين لن تتمكن من إرجاع الأموال التي تم إهدارها لن تتمكن من كشف الحقائق لماذا؟ لأن باعتقادي أن هناك يعني منظومة الفساد هي منظومة كبيرة ودولة عميقة ومتداخلة مع بعضها مافيات يعني كبيرة لو فتح هذا الملف فستتم الإطاحة بأسماء كبيرة موجودة في المشهد السياسي العراقي ربما موجودة أيضا جزء من السلطة لذلك هذه اللجنة البرلمانية أنا أعتقد أنها لتهدئة الشارع ربما لذر الرماد بالعيون هنا وهناك لكن لن تتمكن من كشف الحقائق كما هي في هذه الوزاعة نذهب إلى سيد ظافر العاني الذي قال من حق الناس أن تعرف أين ذهبت 40 مليار دولار على الكهرباء وما زالوا يعانون الظلام والقيضة والمرض بينما المسؤولون عن ملفات فساد الكهرباء ينعمون بالأضواء والتبريد والراحة نساند خطوة رئيس مجلس النواب بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ عام 2003 والتحقيق فيها يعني بماذا ستدعم هذه التغريدة وهذه التصريحات يعني سيد ظافر العاني هو يعني عضو برلمان عراقي يفترض أن يتكاتف هو وزملائه في أن يقوم البرلمان بدوره الرقاب الحقيقي وبكشف هذه الملفات وهذا البرلمان يعني قصر في الفترة السابقة نطمح أن يعني تزامنا مع حكومة سيد الكاظمي وهذا الأداء الجديد الذي وعد به الكاظمي أن يكون هناك يعني جانب متوافق معه في البرلمان في بيتجاه محاسبة الفاسدين طيب أنا بس الآن ينضم إليه عبر الهاتف عضو مجلس النواب النائب فيصل العيساوي أهلا بك سيادة النائب معنا في الخلاصة اليوم صرحت بأنه لا حل للكهرباء إلا بإلغاء وزارة الكهرباء وتحويلها للاستثمار في القطاع الخاص وطبعا يكون هذا الاستثمار والقطاع الخاص هو بدعم من الحكومة هل تفسر لنا ماذا تعني بذلك سيد النائب؟ نعم أهلا وسهلا وشكرا لكم ولمشاهديكم الكرام لا شك اليوم الحقيقة كلامنا بضرورة إلغاء وزارة الكهرباء وليس جديد نحن تكلمنا بالموضوع من العام الماضي بعد أن تابعنا آلية إدارة الوزارة وعملية إنفاق الأموال وعملية التصورات الموجودة داخل هذه الوزارة وصلنا إلى قناة أنه بهذه الوزارة بهذه التصورات بهذه الرؤى التي يحملوها لن يستطيعوا أن يوفروا الكهرباء لا هذا العام ولا العام القادم ولا الذي يليه ولو خصصنا لهم كل أموال الدنيا لأنه ليس لديهم رؤية واضحة بكيفية حل هذه المشكلة وبالتالي ما لم توجد يأما تغير وجهة نظرها بالكامل وترسم رؤية جديدة كوزارة وإما إلغاها أحسن وعندنا دليل بسيط يوم المولدات مقطع خاصة تتقاعت أن توجد كمية من الكهرباء أفضل من الكهرباء الوطنية كهرباء مستمرة ومستقرة أكون مواطنة حصل على الخدمة 24 داعي وكل واحد يعني بآلية بسيطة تمدوها أصحاب الحرف البسيطة استطاعوا أن يحلوا جزء كثير منها وزارة الكهرباء عجزة عن إيجاد إيجاد لا أوجدت حل في الدمعين ولا أوجدت حل في النفذ في الطاقة ولا أوجدت حل في توزيع الطاقة ولا أوجدت أي حل لأي مشكلة في هذا البلد لذلك اليوم نحن وجادين ونتكلم يا إما ونأمل من هذه الحكومة أن ترسم رؤية جديدة لا ننشغل بالملفات القديمة لا ننشغل بالتفاصيل بإدخال الوزارة بهذه المعمعات وبهذه المشاكل القديمة لن نجد منها طيب سيد فيصل لو سمحت لي هل أن تحويل خدمة عامة اليوم وزارة هي خدمة عامة للبلد للدولة اللي يفترض على الدولة العراقية اليوم أن تطلع بها وتكون قريبة من كل شيء في مفاصلها وتفاصيلها أيضا هل يعتبر هذا أمر صحيح؟ هو شوف أستاذنا أنت تعرف أن ننفق بالسنة على الكهرباء يعني من خزينة الدولة نعم ننفق على الكهرباء سنويا ما لا يقل عن 10 مليار دولار وربما أكثر من ذلك بكثير هذا سنويا ننفقها تضيف لها قيمة مبالغ الجباية بنفس هذا القدر يعني 10 تريليون أخرى 25 تريليون سنويا لو هذه الـ 25 توجه إلى القطاع الخاص تدعم الحكومة تشتري كهرباء 25 تريليون دينار سنويا تعطي كهرباء 24 ساعة بكميات كافية مستقرة ثابتة على مدى 24 ساعة لكن هذا غير موجود يعني اليوم ننفق 25 تريليون والنفط يأخذوه والغاز يأخذوه والبنى التحتية الموجودة يأخذوها وبالمقابل المواطن لا نحصل خدمة كهرباء وبالتالي اليوم نحويل مثلاً ملف التوليد إلى القطاع الخاص أو إلى الشراكة خلينا نقول نحن الآن عدنا إمكانية ننتجه في 11 ألف والعراق يحتاج إلى 30 ألف معناها نحن عدنا نصف الكمية ونحتاج النصف الباقي بالتالي أنه نذهب إلى القطاع الخاص ونعطي هذه المحطات الموجودة على أنه يوفر الـ 15 خلال سنة خلال سنة ونص تكون عدنا رؤية واقعة ووفرنا لـ 30 ألف وزارة الكهرباء تحصل شغلها بملف واحد وهو ملف نقل الطاقة وإيصالها إلى المحطات الثانوية ثم نأتي إلى مؤسسات أخرى تأخذ ملف التوزيع وتتبنى من توزيع الشبكات أو تطويرها أو نصف العدادات الحديثة أو تنظيم الأحمال بشكل علمي وصحيح بالتالي هذا الموضوع سيجعلنا نشعر أنه يوجد ملف هنا ونستطيع أن نحاسب عليه ملف هنا وأيوجد دائرة أو وزارة أو هيئة معنية بنقل الطاقة أو ربما بل إشراف على هذه المنظومة الكامل بها هذه الآلية أنه كل وزير يأتي كل كادر يأتي فقط يبحث أعطوني أموال حتى أوجد الكهرباء ومن زمنه بالألفين وتسعة قاله ورسنتين أعطونا أموال حتى نوفرها بالألفين وثلاثة عشر ونقوم نصدر وثم خصصت في الألفين وتسعة كل الأموال وخصصت في الألفين وعشر وبالألفين وثلاثة عشر وبالألفين وخمسة عشر وإلى اليوم كل سنة تخصص في الموازنة ما لا يقل عن عشر مليار دولار وعلى أمل أنه السنة الجاية رح يكون عندنا فد تسعين بالمئة خمسة وتسعين بالمئة من الاكتفاء وهذا لم يتحقق إلى الآن يعني اليوم بحدود مئة تريليون دي نصرفت على وزارة الكهرباء والكهرباء ما نقدر نجهزها بنسبة خمسين ستين بالمئة شو هالوزارة يعني شو من وين النص المقدس اللي ما يسمحنا أنه نلغي هذه الوزارة ونحولها لقطة طيب أنا رح أرجع على مسألة الغاء يعني لك بس أريد أعرف يعني اليوم هناك لجان ولجنة تحقيقية في الملفات السابقة أنت قلت قبل قليل أنه لا نشغل وزارة الكهرباء بمثل هذه الملفات هل تعتقد بأن توقيت فتح ملفات الفساد في وزارة الكهرباء ومعرفة وتثقيق العقود أصبح في وقت غير مناسب والتوجه الآن لتوفير الطاقة أفضل من فتح هذه الملفات وتحدث هنا عن لجنة في البرلمان ولجنة عقدها أو اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم أي ملفات أي متابعة لملفات سابقة لكشف فساد أو سوء إدارة أو تقصير هو ضروري لكن إذا كانت هذه المتابعة وهذا التفتيش يلهينا يشغلنا يصرف نظرنا عن بناء رؤية جديدة فلا خير فيه ما لم يتوازل أمره لا بأس نحاسب ونتابع وندقق ونفتش كل هذا مهم لكن أن يرافق أن يكون بنفس المستوى أكو تصور جهد تخطيط لبناء رؤية جديدة إذا ما بنينا الرؤية الجديدة أولا ما راح نطلع بأي نتيجة من أي تحقيق لأن عمر العراق ما طلع بأي نتيجة من أي تحقيق هذا تحقيق للوقت والضغط وهذا ويتلاشه وإذا نشتغلنا عن الرؤية السابقة راح تطلع لدينا مشاكل وتجي الحكومة الجاية هم الشكل للجان على شغلنا الآن لازم اليوم فرصة الوضع وصل إلى مرحلة غير مقبولة لازم نفكر بالمستقبل ونوضع رؤية جديدة لآلية حل الكهرباء في المستقبل طيب بسؤال أخير يعني سيدة النأب ربما هذا الاختراح قد يقودنا إلى التفكير وتحول في قطاعات أخرى شابه الكثير من المشاكل كقطاع الصحة وقطاع التربية والتعليم إلى الاستثمار برأيك هل هذا أيضا سيكون نافع في مثل هذه القطاعات أي قطاع أي ملف تخفق به الدولة لابد أن تبحث عن رؤية جديدة كان التربوي ولا تعليم ولا خدمي ولا حتى الملف الأمني حتى حتى القضايا الأمنية والمنافذ الحدودية والأمور الحساسة تحتاج إلى رؤية جديدة هذه الرؤية الجديدة بتصورنا ما لم نشرك القطاع الخاص فيها لن تستطيع الدولة حمل أعباها وما أقصد بالقطاع الخاص القطاع اليدار بهذه الطريقة القطاع الخاص الحرفي اللي عنده نجاحات يشارئ لها في دول أخرى في مناطق أخرى أن ننقل هذه التجارب الناجحة للقطاع الخاص وندخلها فيه بوضعنا أما بهذه الطريقة جميع القطاعات الآن تترهل وتثقل مشاكلها ويفتثقل الفساد اللي بيها ويفتقل يعني خلل نقول الفشل يكون فشل متراكم وبالتالي يصعب على مؤسسات الدولة النهوم بيها من جيد عضو مجلس النواب النائب فيصل العساوي طيب إذن أذهب أعود إليك ضيفي سيد محمد عباس الناشط السياسي ما رأيك بما تحدث به النائب فيصل العساوي بالخاصة في مسألة تحويل وزارة الكهرباء إلى القطاع الخاص طبعا تحية للسيد النائب وهو طرح جريء وجديد هو توصيف حقيقي للمشكلة الموجودة واعتراف ضمني بأن اللجنة وهو أحد أعضاء مجلس النواب ويقول أن هذه اللجان لن تأتي بشيء وستكون هناك ضغوطات فهذا يؤكد ما تكلمنا به قبل قليل بأنه هذه اللجان البرلمانية لن تحقق شيء في سبب ولن تكشف المشاكل السابقة ولن تكون قادرة على كشف يعني الرؤوس الفاسدة التي أنفقت كل تلك الأموال أنا لست مع إلغاء الوزارة تماما لكن في ظل تره للأداء الحكومي في كثير من قطاعات الدولة أصبح هناك يعني رأي شريحة كبيرة من العراقيين أنه فلنذهب باتجاه شركات أهلية عالمية متخصصة تستخدم تقنيات إدارية جديدة وتستخدم برامج إلكترونية للقضاء على الفساد المستشري في كل القطاعات يعني حتى الأزمة التي حدثت قبل أيام موضوع المنافذ الحدودية وإشكالياتها وكيف ممكن أن نذهب بقوات أمنية لتسيطر هناك رأي لدى كثير من المراقبين وأنا منهم بأنه لن نتمكن من السيطرة على هذا الملف بدون يعني وجود مؤسسة معينة تدير الأمور خارج الجهات الرسمية في قطاعات تقصد تقصد الجهات مؤسسة مؤسسة عالمية مختصة لا إمكانيات فنية جيدة ومع تقنين طبعا هذه الموازنات الضخمة الكبيرة بكل تأكيد لوزارة الكهرباء والأموال الطائلة حتى للكوادر الإدارية والإفادات التي تحصل أنا قلت 60 مليار دولار وسيد النائب ذكر أموال أكثر لأن أنا حاولت أن أذكر المبلغ الذي كان مخصص للجانب الاستثماري في الوزارة وليس المبالغ للأمور التشغيلية فبالتالي أنا مع أن يكون هناك توجه للقطاع الخاص لحل جزء من هذه المشكلة لكن قبل كل ذلك نحتاج إلى إيرادة حقيقية لحل هذه المشكلة لا نريد أن يدخل هذه القطاع الخاص أيضا من بوابة الفاسدين وبوابة المحاسصة كان هناك تجربة بسيطة في قطاع الكهرباء متعلقة بالقطاع الخاص وهو موضوع شركة كار وموضوع الجباية ينفذ هذا الموضوع في أكثر من محافظة في بغداد في الموصل في بعض المناطق تولت هذه الشركة موضوع الجباية ووجدنا باعتقادي يعني أداء جيد وفارغ كبير في موضوع الجباية عما كان عليه هذا الجانب عندما كان يستلموا موظفين أو مؤسسات في وزار كاربا عما استلمته شركة كار موضوع الجباية كان بمبالغ أكبر السيطرة على التجاوزات كان بشكل جيد مع ملاحظاتنا أنه عقد الجباية كان أيضا يشبه بعض الإشكالات ربما هذا موضوع آخر بين شركة كار والكهرباء فعودا على حديث السيد النائب أنا معا أن نذهب باتجاه يعني القطاع الخاص لكن بعقلية جديدة أيضا من قبل الجهات الرسمية وأصحاب القرار نريد أن نذهب لهذه الخطوة ونحن بعيدين عن موضوع الفساد والتدخل السياسي طيب يعني هناك من أشار إلى أن مسألة خصخصة الطاقة كثير من المعنيين أشاروا إلى هذا الجزء مهم قالوا في وقته تعتقد بأنه فعلا إذا ما سيتم التوجه خاصة وأن العراق هو بلد يعني ليسر أسماليا والاشتراكيا أيضا في مثل هذه الظروف فكيف يمكن أن يستثمر مثل هذا وكيف يمكن له أن يخطي إذا كانت هناك أخطاء فادحة قادت إلى الترهول الموجود اليوم وأيضا حجم الفساد وكذلك يعني الإخفاقات الموجودة في الكهرباء هو هذا الحال طبعا نحن دوما نقول طبعا هو البلد هل هو اشتراكي هل هو رسمالي هل هو يعني لا أعرف هذا النظام السياسي بعد 2003 لا طعم ولا لون ولا رائحة يعني لا تتمكن من توصيفه بشكل دقيق إذا كانك الماء فسين حاجم العالم مشكلة مشكلة تداخل في توصيف هذا لكن بنفس الوقت العراقيين يقولون نحن بلد نفطي نحن يعني بلد يملك من الموارد من غير يعني صحيح نذهب كدول أخرى بسيطة باتجاه القطاع الخاص بالتالي هناك أموال سترهق هذا المواطن لكن نتيجة ترهل هذه الدولة في كل مؤسساتها نتيجة الفساد الكبير في كل القطاعات أصبح المواطن يبحث عن حلول يعني يأس المواطن من الأداء الحكومي فأصبح يعني يتقبل أن يكون هناك دور للقطاع الخاص يعني من النفقات المالية الإضافية مقابل أن يجد خدمة لأن هناك أمور كثيرة معطلة يعني ليس فقط المواطن يعاني في بيته لكن هناك معامل يعني قطاع الصناعة متضرر نتيجة أزمة الكهرباء قطاع الزراع قطاعات كثيرة فأنا معك أنه سيثقل الإجراء الذهاب للقطاع الخاص تماما كاهل المواطن لكن بنفس الوقت هناك أصوات كثيرة لعديل من المواطنين في عدة محافظات تدفع باتجاه يعني خصخصة ولو بسيطة تضمن يعني استقطاعات بدرجة معينة بحيث تمكن لا تؤثر على محدودية الدخل طيب تمام في شن السياسي الآخر يوم الأربعاء يعني بعد يومين السيد الكاظمي سيتجه بوزرائه إلى محافظة البصرة لعقد جلسة هناك ونعرف أنه منذ بداية هذا الأسبوع محافظة البصرة تشهد تظاهرات لأصحاب العقود بشأن الرواتب بشأن التعينات بشأن توفير الخدمات أفضل هذه السنة لم يكن هناك إشارة إلى مياه صالحة للشرف البصرة لكن كان هناك إشارة بإخفاقات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية وهذا ما بات واضحا على عموم المحافظات الجنوبية تعتقد بأن هذه الجلسة ستعزز من روح المواطن اليوم بأنه فعلا الحكومة تستشعر ما يجري على الأرض أم ماذا الغاية من ذلك؟ طبعا وجود المسؤول وأعلى يعني شخص في هرم السلطة سيد رئيس الوزراء عن قرب مع الناس يعني يطلع على مشاكلهم هذا يعني شيء إيجابي تماما وإن كان بكل تأكيد لا يكفي نحن ننتظر خطوات عملية لاحقة لكن يبدو أن أداء سيد الكاظمي يعني ونمط إدارته للدولة يذهب باتجاه لطلاع على المشكلة مباشرة يعني هو زار الموصل وزار المنافذ الحدودية زار عدة أماكن في بغداد واليوم هو يذهب إلى البصرة يعني هذه الزيارة هي إيجابية بحد ذاتها لكن أنا كمواطن يعني من نينوة من مدينة شهدت يعني إحدى المدن التي شهدت صراع ودمار ويعني تم توصيفها كمدينة منكوبة في البرلمان العراقي كنت أنتظر من السيد رئيس الوزراء أن يتواجد في نينوة أولا أن يتواجد في محافظات أخرى نينوة تحديدا لأنها مدينة يعني العالم كله آخر وخاصة نحن نعيش في الذكرى الثالثة للناصر نعم نحن نعيش في الذكرى الثالثة للتحرير ولازالت المدينة منهكة منكوبة هو زار المدينة في افتتاح أحد جسورها المدينة فيها سد جسور عمر منها فقط جسرين أيضا هذه علامة ودلالة لحجم التأخر في عمار العراق وكان أمامه مشهد بانورامي كبير للدمار الذي كان شاخصا وواضحا على ضفة نار دجلة ووعد بأن تكون هناك جلسة لرئاسة الوزراء في نينوة لكنه ذهب إلى مدن أخرى المدن العراقية كلها تعاني من وسط والجنوب من مشاكل كبيرة لأن العراق كله يعني خضع للفساد والدمار أزمة الكهرباء التي تحدثنا عنها هي موجودة في الجنوب أيضا لكن ما حصل في المدن العراقية هو ليس الفساد والتقصير الإداري السابق لكن هناك كان تدمير ممنهج لكل البنى التحتية تحتاج جهد مضاعف من الدولة لكي من السيد رئيس الوزراء لكي نصل إلى تحسن نوعا ما طيب بما نوختنا إلى الحديث عن نينوة هل تعتقد بأنه فعلا نصرا كان كاملا أم هذا النصر يحتاج إلى مزيد من الإعمار وتحسين الخدمات هناك يعني هو كان نصر عسكري على تنظيم داعش وتحديدا عسكري ربما نحتاج إلى جهد آخر لكي ننتصر فكريا على داعش هذا أيضا لم تتم فيه خطوات من قبل الدولة لا برامج ولا أي شيء كان هناك نصر عسكري بكل تأكيد أنقذ المدينة من هذا التنظيم الإرهابي الظلامي لكن هذه الذكرى يعني قبل أيام نحن احتفل المسؤولون بذكرى تحرير الموصل لكن كل إنسان موصلي كل شخص في محافظة نينوة يجد من هذه الذكرى أيضا هي ذكرى يعني هي مناسبة تذكره بمأساته ومعاناته وحقوقه التي تسلبت واستحقاقاتها التي لم تمنح له لحد هذا اليوم هو لم يستلم أي تعويضات لا زالت البنايات مهدمة لا زالت بعض البنايات يعني فيها جثث والمشاكل نينوة متأزمة وكبيرة بل تضاعفت بعض الأحيان ما زال النصر ناقصا وهناك فراغ سياسي كبير ومشاكل كبيرة اليوم الموصل أشبه بكعكة لدى بعض السياسيين كل جهة تحاول أن تنتزع القرار السياسي في هذه المدينة تحقق مكاسب تستثمر هذه المدينة فالمدينة اليوم نينوة الحديث يطول عنها في مشكالياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أنا أشكرك شكرا جزيل للنشط السياسي محمد عباس كنت ضيفي هنا في الاستوديو وفي الخلاصة شكرا لك شكرا لك في أشان الصحية أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيلها 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد فيما أكدت تماثول 274 حالة للشفاء وذكرت الوزارة في بيان إنه تم فحص 11154 نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم فيما أضافت أن مختبرات الوزارة سجلت 2229 إصابة ومئة حالة وفاة وأيضا 2274 حالة شفاء أما في صلاح الدين فقد أعلنت خلية الأزمة فيها تسجيل 190 حالة شفاء من بيروس كورونا و13 إصابة فقط وقال المتحدث باسم الخلية جمال عقاب في بيان إن دائرة صحة صلاح الدين أجرت الفحوصات اللازمة للعديد من المصابين والذين يرقدون في الحجر الصحي وتبين إن نتائج 190 منهم سالبة ما يعني أنهم اكتسبوا الشفاء التام فيما أشار إلى أنهم غادروا المستشفى إلى منازلهم في أربيل أكد محافظها فرصة صوفي إنه أو إنه من بداية الأسبوع المقبل سيسمح للجميع بدخول المحافظة شريطة إجراء فحص كورونا وقال فرصة صوفي محافظ أربيل في مؤتمر صحفي في بداية الأسبوع القادم سيسمح للجميع بدخول المحافظة شرط عمل لفحص طبي لفيروس كورونا ولا يتجاوز سعر الفحص خمسين ألف دينار للشخص الواحد وفي حال كانت النتيجة سلبية يدخل الشخص إلى المحافظة فيما إذا أشارت السلطات في الإقليم إلى تمديد رحلات الطيران لغاية الثاني والعشرين من الشهر الجهري أذى وتفاوت أراء المواطنين حول سلبية تم تأشيرها على المؤسسات الصحية مع الأخذ بنظر الاعتبار الإشادات بالكوادر الطبية والتمريضية وجهود الجيش الأبيض في ظل استمرار الحرب ضد جائحة كورونا أنا شخصيا لا لأن ما يعني إذا رحت للراهبات وإذا رحت أنا أختار المستشفيات اللي براه سحر أوكي أروح اللي هناك بالنسبة إلي شخصيا التعامل حلو وما في اليوم شفت من عندهم فتشي يعني تعبان لو فتشي يعني أنا قبل شمي يوم صارت عندنا حالة مرات خالة يعني ورحنا يلكندي أما اهتموا بها ذاك الاهتمام الكادر الطبي الزغير اللي بعمرنا دايشتغلون شغل مالدكاتر الكبار وأحسن وهذا هو المستشفيات اللي دايصور بها الدعايات اللي داي تطلع عساس اللي اللي مثلا اللي ما بيكرونه دايخلون بي عساس المرض مالته أو دايزيدون المرض مالته و دايزيدون الحالات بس التتعرف يعني اللي خاف الله شكل واللي ما يخاف الله شكل وبيعنا الصدق وشيذ باربع عصاب لحد هسا احنا ما شايفين شي إذا نحتي كوادر طبية أو الكوادر التمريضي فداي يدون العليهم وأكثر أما كشغلات إدارية فأكو أكو تقصير يعني كشي إداري بس كوادر مدين العليهم وأكثر من اللازم بالشي الموجود يعني دايكون العمل بالشي الموجود هذا واقع هذا واقع المستشفيات واقع يعني هذا الشي الموجود ما كو بديل ثاني يعني قلت لك اللي داي يتقدم بالمستشفيات كوادر دايسون العليهم بالشي الموجود بالإمكانيات الموجودة بس شفات هو دا اقول لك هذا الواقع يعني ما اكو شي بديل ما اكو شي مثلا تقدر انت ما عندي خيارات على قصدي ليه ما فقد تثقه لان الاعداد بس بالنسبة كحكومة انا فقد تثقه بيه لما ما في المعطيات للصحبة حيث تتحمل هيتش اعداد يعني كاعداد هسا عندك خريجين ما متعينين ومحتاجين بوزاة الصحة موظفين مثل ذاك اليوم طلع اللقاء قالوا مستشفى يمكن مواد الحسين التعليمي قالوا كل طابق كل طابق عليهم موظفين يعني يعني شي تحمل موظفين على طابق واحد شنع يعني شو فعال بالنسبة للاعداد والتحمل عال اعلن مصرف الرافدين اليوم عن اطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك بعض مديريات تربية في بغداد وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف رواتب المتعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية واضف ان الصراف جاء بعد وصول تمويل والتخصيص المالي والاشعار الخاص بهم الى المصرف الذي قام بدوره برفع رواتبهم الكترونيا اشتركوا في القناة